السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا يا بنات انا شيكو من قناة شيكو للتجميل وكل ما يخص المرأة. انا النهاردة ان شاء الله هكلمكو اه عن تجربتي للفيزلين الحبشي. الفيزلين الحبشي طبعا زي ما انتم عارفين هو منتشر دلوقتي في كل حتة. اه منتشر جدا معروف وكمان بيبيعوه على الفيسبوك والعطارين كلها طبعا بتبيعوا الفيزلين الحبشي. اه انا قررت ان انا اكلمكو عنه لاني انا فجئت ان في ناس كتير بتستخدموا اه غلط وبيضر بشعرها. وبتقول انه مش بيجيب كمان نتايج كويسة. طيب فانا هقول لكم النهاردة ابرز الطرق اللي بتستخدميه بيها. وفي نفس الوقت ما يضر الشعر خالص وكمان بيعمل نتايج حلوة اوي 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 في التنعيم. وكمان تطويل الشعر. ليه? علشان الخلطة دي. اه الخلطة دي طبعية بنات واللي عاملاها هي السودانيات. عاملين خلطة طحفة جدا لتنعيم الشعر وتغذيته. كمان بيطول الشعر. هو عبارة عن اه فيزلين. زي ما انت شايفة كده. ما ينفعش يستخدم اه كريم ابدا. انا النهاردة ان شاء الله هقولك ابرز الطرق الصحيحة اللي انت بتستخدميه بيها. وهي ان انت تخدي معلقة منه. ما تستخدميهاش كده ابدا. ما ينفعش خالص. لا. انت هتحطيها على حمام بخار. بحيس انها اه تدوب تماما. وتبيض لحد ما تبقى زي الزيت بالزبط. بعد كده تبدأ يتدلك بيها فروة راسك بصوابع ايديكي. وما تكتريش. ما تحاولش انت تكتري. هي معلقة واحدة بس. يدوب هتكفي فروة الراس بتاعتك. بعد كده تقدر يتاخذي. مشت وتمشتي بيه شعرك والزيت موجود فيه. اللي هو زيت الفيزلين الحبشي. الزيت هيتقلم ما تمشتي بيه شعرك. وبنسبة قليلة جدا. الشعر هيمتص الزيت. والباقي هيبقى فروة الراس علشان يغزي فروة راسك. هتسيبه قد ايه? هتسيبه من نص لساعة. يعني من نص ساعة لساعة. بعد كده تغسليه كويس جدا جدا جدا. وتقدر يتستخدمي بعدي البلسم او الشامبو. هتكراري قد ايه? تكراري من مرة المرتين في الاسبوع. هتحسي ان شاء الله ان شعرك بقى طري جدا. الفتلة بقت طرية وبقت نعمة. طبعا بينفع للشعر العادي. بينفع للشعر الجاف والتالف. لو كنتي عاملة سبغة هيطري لك شعرك وهيخليه كويس جدا ان شاء الله. شكرا لكم يا بنات. لو اجابكم الفيديو ما تنسوش لايكاتكم وكمنتاتكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم. شكرا لكم.